الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مع الآية الكريمة من سورة العنكبوت من الآية الأولى إلى نهاية الآية السادسة موضوع الآيات الكريمة حتى نحفظ بفهم في هذه الآية الكريمة أحسب الناس أن قولهم آمنا يكفي يعني هل يكفي الإيمان بدون عمل أو بدون ابتلاء أو بدون اختبار أحسب الناس أن قولهم آمنا يكفي لا بل لابد من الابتلاء لإظهار صدق الصادقين والابتلاء هو سنة الله تبارك وتعالى في خلقه كما قال تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فلا بد من الابتلاء لإظهار صدق الصادقين فاللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين ولن يفلت العصات من العذاب ومن جاهد فنفع ذلك لنفسه والله تبارك وتعالى غني عن إن الله تبارك وتعالى لغني عن العالمين واسم الله تبارك وتعالى الغني من أسماء القيومية لله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى هو الغني وهو الواسع وهو القيوم سبحانه عز وجل ومن اللمسات البيانية في الآيات الكريمة في الآية الثانية قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا بد من الاختبار والامتحان كما قلت في البداية وفي الآية الثالثة في قوله تبارك وتعالى ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الفتن الكبار تظهر الصادقين الكبار فاللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين ومع تكرار الآيات الكريمة بنمط شيخنا عبد الباصد عبد السمد رحمه الله تبارك وتعالى يعني محاكاة وليس تقليد فلا يستطيع أحد أن يأتي بنفس الصوت ولكن محاكاة بالنمط بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين إن الله لغني عن العالمين ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين أمين أمين